بعد أسبوعين على بدء العام الدراسي يسعى القائمون على المدارس إلى تطبيق إجراءات السلامة العامة على النحو الأمثل تفادياً لأقوع إصابات بفيروس كورونا لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الصعوبات التي قد تعترض الطلبة والمعلمين على حد سواء تتعلق بارتداء الكمامة التي باتت تترك أثراً نفسياً واضحاً على البيئة التعليمية بحسب خبراء ومتابعين المدرسة هي البيئة التي توفر للأطفال تعبير عن أنفسهم بحرية أكثر من أي بيئة أخرى غير أن الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا تشكل قيداً على التعليم بحسب المختصين النفسيين نحن عندنا بعض الأطفال الذين لديهم مشاكل بالتواصل اللفظي والمحكي بالتالي يمكن أن تكون عائق زيادة في بعض الأطفال في عندهم خجل أو عندهم مشاكل بالتواصل الاجتماعي الكمامة رح تخلي في عندهم مشكلة تانية لأنه برضو رح تكون عائق لأنه يوصل الصوت بالوضوح اللازم هذا رح يخلي في عند الأشخاص الآخرين أو المستقبلين ردود فعل مختلفة في منهم رح يشجع أو احكي وعلي صوتك وهيك وفي منهم رح يحكي أنه بعدين معك خلاص أنت مش عارف شكلك أو إشيه قد يشكل ارتداء الكمامة تأثيرا على تركيز الطلبة وتعليمها لكن أطباء يرون أنها لا تؤثر بشكل سلبي على معظم الأطفال صحيا بل يمكن التعايش معها الكمامة مساماتها ضيقة جدا بحيث أنها تسمح للهواء بالدخول والخروج ولكنها تمنع خروج الرذاذ تاع الأطفال بالإضافة أنها تمنع دخول الرذاذ الناس المصابين لهم فأعتقد أنه ما إلها تأثير صحي على الأطفال بالإضافة لذلك أنه رئة الأطفال الأصغر من رئة الكبار وكمية الأكسجين الداخل والخارج عندهم أقل من الكبار فما أنها ما بتأثر على الكبار فما رح تأثر على الصغار في المدارس يسعى المعلمون جاهدين لتطبيق إجراءات السلامة العامة على أكمل وجه حرصا على عدم وقوع إصابات رغم الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المعلمون عداد الشعب بتكون قليلة وبالتالي بسهولة أنه المعلم يوصل المعلومة للطلاب والمعلومة بتكون يعني ترتكز على السمع والنظر الأسئلة أكيد يستمع المعلم فبتكون العداد قليلة التزام بالبروتوكول الصحي وبالتالي لا أرى أنها بتعيق العملية التدريسية الإجراءات الوقائية ليست ترفا وباتت أمرا ضروريا في حياة الطالب والمعلم فهل سنلمس آثارها على مخرجات العملية التعليمية وجودتها هذا العام؟